وعودة لمنتدى ديفوس حيث التقى وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين لدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ مع مبعوث المناخ الصيني الشيشن هو على هامش فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد بمدينة ديفوس السوسرية وصراح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن شكري أشاد خلال اللقاء بالتعاون والتشاور الجاري بين الجانبين على مختلف المستويات فيما يتعلق بموضوعات المناخ معربا عن تطلع مصر لمواصلة العمل مع الصين على نحو يسهم في خروج الدورة 27 لمؤتمر الأطراف بنتائج تعزز ما تم الاتفاق عليه في الدورة الأخيرة من المؤتمر بيجلاسيكو العام الماضي اشتركوا في القناة